سيناريو مفاجئ قد يغير توجهات الانتخابات الأمريكية ويدخل الجمهوريين في أزمة تقصيهم عن الرئاسة القادمة لتنقلب الأمور لصالح الديمقراطيين الطمحين إلى حكم البلاد ترامب الداخل على أعتاب الخامسة والسبعين من عمره مصاب بفيروس كورونا مع زوجته ميلانيا وبوضع صحي ليس مستقرا تماما لتكون هذه الحادثة أكبر عائق يقف أمام الرجل المتهيئ لخوض الانتخابات القادمة لم يفاجئ الحادث الأمريكيين وحدهم بل العالم بأسره وأثير التساؤل المتوقع حول آلية إصابة ترامب بالفيروس أهي عدوى طبيعية أم أنها مدبرة وخصوصا أن شخصية مثل ترامب يخضع لأقصى درجات الوقاية ومحاط بسور من الأطباء والخبراء الذين يراقبون كل خطر صحي يقترب منه وما يثير الاستغراب أكثر هو توقيت الإصابة القريب من موعد الانتخابات السيناتور الجمهورية كيليلوفر حملت الصين مسؤولية إصابة ترامب بالفيروس ودعت إلى أخذ هذا الأمر على محمل الجد وبغض النظر عن مصدر العدوى وأسبابها وتفاصيلها يتوجه الاهتمام إلى المآلات التي تنتظر البلاد في حالة تمكن الفيروس من جسد الرجل المتقدم في العمر وأدى إلى وفاته حيث أنه بمجرد الكشف عن إصابة ترامب بالفيروس أصيبت الأسواق العالمية بهزة وسجلت شبكات المال الأمريكية تراجعاً ملحوظاً الانتخابات الأمريكية على الأبواب ولا يملك الجمهوريون بديلاً جاهزاً بإمكانه أن يطيح بالمنافس الديمقراطي القوي جو بايدن وعندها تكون النتائج شبه محسومة لصالح الديمقراطيين وحتى لو نجى ترامب من المرض فلن يكون هذا الأمر حدثاً عابرة يكفي الديمقراطيون أن يخضع ترامب لحجر صحي لإسبوعين ينقطع فيهما عن أنصاره ويبتعد عن حملاته الانتخابية في حين لم يبقى على موعد الانتخابات إلا شهراً واحداً قدر لم يكن يتوقع ترامب وضيف ثقيل سيؤثر بالطبع على مسيرته السياسية ترجمة نانسي قنقر